بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا الأعزاء أهلا وسهلا بكم من جديد بالبارت الثاني من المحاضرة الثانية من محاضرات البكتريولوجي طبعا بالمحاضرة الثانية احنا دي نحشي عن البكتريال فيسيولوجي بأول سلايد من البكتريال فيسيولوجي عرفنا البكتريال فيسيولوجي بأنه هو البكتريال growth والنيوترشن والميتابولوزم يعني احنا راح ندرس الgrowth ما للبكتريا النو ما للبكتريا والنيوترشن والميتابولوزم ما للبكتريا تقريباً الـ Growth راح نخلصه وقالنا بس آخر شيء الموضوع اللي وصلنا إليه اللي توقفنا له بالبارت الأول اللي هو الـ Bacterial Counts الـ Bacterial Counts يعني شون نعد البكترية إحنا لن ندروس الـ Growth النمو ما للبكترية وبالبارت الأول عرفنا إنه البكترية شون تنمو أربع مراحل وقلنا أربع مراحل لنمو البكترية وقلنا مهمات وقلنا البكترية شون تتكاثر بالـ Binary Vision تمام يا شباب هسه شون نعد البكترية أريد أعرف عدد البكترية أريد أعرف البكترية شقد عددها شون تتكاثر طبعاً الـ Bacterial Counts هو يقولك Growth in Numbers can be studied by Bacterial Counts يعني نمو البكترية بالأعداد نقدر ندرسه بطريقة البكترية الـ Bacterial Counts عد البكترية يعني نجي نعد شقد بكترية زين شون نعد البكترية أكو 2 مثل طريقتين أكو طريقة يسموها Total Cell Count وكل Viable Cell Count قالتكم يا شباب تفرقوا لي بيانات هل المرات يجيبون جملة عليهم ذولة Total Cell Count والViable Cell Count إحنا اتفقنا إنه هما Cell Count يعني نعد البكترية نجي نعدها 1, 2, 3 أش كم بكترية عندي Total Cell Count نعد كل البكترية من اسمها Total يعني البكترية الحية والبكترية الميتة هاي Total بينما الـ Viable Cell Count من اسمها Viable يعني فقط البكترية الحية عرفتوا شون الفرق بياناتهم؟ فإذن البكترية الكاونت أجي أحسب البكترية بالأرقام تمام؟ شون أعدي البكترية بالأرقام؟ عندي طريقتين الطريقة الأولى يسموها Total Cell Count أحسب كل البكترية الحية والميتة سواء كانت عائشة سواء كانت ميتة كل البكترية اللي أشوفها على السلايد أجي أحسبها تمام؟ بينما الـ Viable Cell Count هاي فقط البكترية الحية زين؟ أحسبها زين نجي للطريقة الأولى اللي هي Total Count شوفوا شو معرف لكم إياها Total Count Total Number of Cell in the Semble Living plus Dead يعني نحسب Living والDead الخلايا الحية والخلايا الميتة تمام؟ Living Cell والDead Cell Total Number of Cell كل العدد ما الخلايا اللي موجودة بالسمبل بالسلايد أو بالسمبل كل يتنحسبها زين شون أحسبها هنانا؟ أكو طريقتين أكو Direct Counting وأكو طريقة باستخدام الكترون device يعني جهاز الكترون هو يعد ليها هيسمونه Counter Counter تمام؟ هاي واحدة من الطرق جهاز الكتروني يجي على سلايد ما للبكترية هو يعدها زين يسمونه Counter Counter هذا Electronic Device هو يعد لي Total Count ما للبكترية الحية والميتة Living or Dead الطريقة الثانية حتى تحسب بها Total Count العدد الكل للبكترية سواء كانت Living or Dead هي يسموها Direct Counting بنسمها Direct طريقة مباشرة يعني أنا مو عندي سلايد وموجود بي للبكترية أجي جو المايكروسكوب Under Microscope Using Counting Chumbers أحسب البكترية اللي موجودة شكرا عندي بكترية أحسب واحد اثنين 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 يسموها Direct Counting دامو يا شباب فإذن أذكر شي أخذنا هسه البكترية الكاونت الشوان نعد البكترية بالنمبرز بالأرقام عندي طريقتين Total Cell Count و Viable Cell Count الطريقة الأولى Total Count اللي نحسب بيها كل البكترية Total Number of Cell كل الخلايا سوانا كانت Living Ordet عندي هاي بيها طريقتين ان نحسب العدد الكلي للخلايا يا أما بجهاز Electronic Device سميناها الكولتر كاونتر يا أما طريقة مباشرة انه جو المايكروسكوب بالسلايد تمام نحسبها تمام سموهاي Direct Counting زين ال Viable Cell Count باعه هنا اشي يقول لكم كتعريف إليه Measures The Number of Living Cell فقط Living Cell ما قال Dead Cell فهنان من اسمها Viable Cell Count نحسب فقط الخلايا البكتيرية الحية العايشة تمام الطريقة اللي نحسب بيها ال Viable Cell Count يسموها Surface Colony Count تمام Surface Colony Count وبها طريقتين Dilution Method و Blating Method وها هي كل شي اللي تعرفوا لي بيها هاي أصلا ما تيجي بس التعريف مالتها هو مهم انه ال Viable Cell Count نحسب بيها Number of Living Cell شا اسم الطريقة اللي نحسب بيها اسمها Surface Colony Count بها طريقتين هاي Surface Colony Count بها طريقة Dilution Method وطريقة البلating Method وما راح يقول لكم تعالي شرحوا لي شنو Dilution وشنو Plating Method تمام بس عرفوا لي انه ال Viable نعد بيها Living Cell خلايا الحياة مال البكتيرية فقط اسا خلصنا ال Growth بكل تفاصيل احنا قلنا دينا ندرس البكتيريا Physiology Be Growth Be Nutrition Be Metabolism خلصنا ال Growth رح نيجي على Nutrition التغذية مال البكتيرية البكتيرية شون تتغذى Bacterial Nutrition باعش كاتبنه كاتبنه Water Constitute 80% of the total weight of bacterial cell يعني الماء يكون 80% من البكتيريا يعني شوفوا البكتيريا الماء مالتها اكثر من الانسان فالبكتيريا اغلبها 80% من عدها ماء الباقي 20% شنو الباقي عبارة عن Proteins عبارة عن Polysaccharides Lipids Nucleic Acid Low Molecular Weight Compound كل هاي تشكل remaining 20% فإذن 80% Water والباقي مشكل يالوز زين زين For growth multiplication البكتيريا حتى تنمو وحتى تضاعف حتى تتكاثر The minimum nutritional requirement are Water Source of Carbon and Source of Nitrogen وسم Inorganic Salt هذن الأربعة تحفظوهن مثل اسمكم هذن شي سموهن الأربعة المي ومصدر الكاربون ومصدر للنيتروجين وInorganic Salt هذن يسموهن El Minimum Nutritional Requirement يعني شنو El Minimum Nutritional Requirement يعني أقل شي تحتاج البكتيريا حتى تعيش يعني البكتيريا إذا ما متوفر أذن الأربعة شغلات ما تعيش إذا ما كو مي ومصدر الكاربون ومصدر للنيتروجين وشوية Inorganic Salt البكتيريا ما تعيش هذن هذن يسموهن المنمم نيوترشينا ركوائرمنت الحد الأدنى من المتطلبات الغذائية تمام يعني أقل شي تحتاج البكتيريا حتى تعيش فإذا بهذا السلايد شو عرفنا عن البكتيريا نيوترشينا عرفنا إنه البكتيريا ثمانين بالمئة من عدها مي والباقي العشرين بالمئة هي بروتين وليبيدو بروتين ونيوكليك أسد وبوليساكرايد تمام البكتيريا حتى تنمو وتتكاثر تحتاج تحتاج المنمم نيوترشينا ركوائرمنت الحد الأدنى من المتطلبات القذائية اللي هي أربعة ووتر مصدر للكاربون مصدر لنيتروجين وشوية إن أورغان صالت تمام عرفنا زين طبعا حسب المتطلبات الغذائية قسموا البكتيريا حسب نيوترشينا ركوائرمنت يعني شون شون تحصل على غذائها صنفوها صنفوها إلى قسمين رئيسين قسم يسمونه أوتوتروف وقسم يسمونه هتروتروف التروف يعني غذاء وينما تسمعون كلمة تروف يعني غذاء أوتوتروف يسموها ذاتية التغذية تمام يعني هاي تعتمد على نفسها وتعيش ذاتية التغذية أوتوتروف بينما هتروتروف هتروتروف يعني غيرية التغذية يعني شنو غيرية التغذية غيرية التغذية يعني تعتمد على غيرها حتى تحصل الغذاء مالتها حتى تحصل النيوترشنال ريكوايرمنت باعوا شباب الاوتوتروف هي ذاتية التغذية شوفوا عايشة بكيفها عايشة بحرية لأنه هي ذاتية التغذية Most of which can use carbon dioxide as their carbon source هاي شنو مصدر الكاربون مالتها CO2 هو مصدر الكاربون مالتها هاي الاوتوتروف هاي الاوتوتروف نقسمها قسميا بها قسميا الاوتوتروف بها بروتو اوتوتروف وبها كيمو أوتوتروف هي مو أوتوتروف نقسم قسميا بروتو أوتوتروف وكيمو أوتوتروف البروتو أوتوتروف تحصل على الطاقة مالتها من من الضوء الشمس من الفوتو كيميكا ريكشن التفاعلات الضوئية اللي هي الضوء الشمس هاي نسميها بروتو أوتوتروف بينما اللي تحصل على الطاقة مالتها من التفاعلات الكيميائية أو من المركبات الكيميائية نسميها كيمو أوتوتروف رح أعيدها مرة ثانية يا شباب البكترية نقسمها حسب حسب المتطلبات القذائية إلى ذاتية التغذية والهيتروتروف اللي هي غيرية التغذية ذاتية التغذية اللي هي بروتو أوتوتروف وبها كيمو أوتوتروف البروتو أوتوتروف اللي هي تحصل الطاقة مالتها من من ضوء الشمس من الفوتو كيميكا ريكشن يعني من التفاعلات الضوئية اللي هي سل لاي ضوء الشمس والقسم الثاني اللي هي الكيمو أوتوتروف اللي هي تحصل على الطاقة مالتها من الكيميكا ريكشن أو من الانورجينيك كومباونز تمام القسم الثاني اللي هي الهيترو تروف هاي غيرية التغذية هاي غيرية التغذية يعني براستيك بكتريا يعني بتعتمد على متطفلة تحتمد على شيء ثاني يلا تعيش تمام هاى تط Lehr تريد مثلاً Sugarأز دير سورس آف كاربون عند انارجي هناك الأوتوتروف منه كان مصدر الكاربون مالتها الحنويل ترجع تمام here فرق وبياناته فاذناً مصدر الكاربون الحنويل بالأوتوتروف ل anosر بال البكتوري titled هو어서 اشتركوا في القناة تحتاج البكترية أيضاً للقروث والنيوترشين كتغذية تمام؟ فتحتاج تايمين رايبوبلافيني كوتينيك أسد بايريدوكسين فوليك أسد وفايتامين بي 12 تمام هساش خلصنا خلصنا القروث خلصنا النيوترشين ندخل إلى قسم الميتابوليزم الميتابوليزم هذا السلايد الغولية هذا السلايد الكشي ما يجي من عنده الميتابوليزم مننا يبدأ الحاجة عالية تمام؟ خلي نشوف شنو الميتابوليزم شنو تعريف الميتابوليزم؟ إذا نرجع للسلايد القبلش كاتبكم على الميتابوليزم شوفوا تعريف الميتابوليزم الميتابوليزم يبدأ من عملية الامتصاص من دخول الأكل والامتصاص لحد التخلص من عنده كل هاي العملية نسميها الميتابوليزم تمام؟ زين الميتابوليزم فهو كل البيو كيميكا الرياكشن كل التفاعلات الكيميائية اللي تصير بالخليم أو بالأورغينيزم هاي نسميها الميتابوليزم تمام؟ طبعا هنا ما عدكم فيه شي مهم بيه وهنا ما راح نطول بيه راح ناخذ هذا السلايد اللي هو يجي من عنده MCQ ونحرجع لكم على السلايد اللي عبارته بس شوفوا شباب البكترية شون تحصل على الطاقة مالتها؟ البكترية هم تحتاج انيرجي تمام؟ فعدها تلف طرق يأما ايروبك كتبوه يا يأما ايروبك ريسبريشن يأما الفيرمنتيشن يأما الان ايروبك ريسبريشن تمام؟ تلفة تنفس الهواء الان ايروبك ريسبريشن تمام؟ يأما الفيرمنتيشن يأما الان ايروبك ريسبريشن نجي على الان ايروبك ريسبريشن اللي هو أسهل واحد أسهل واحد لتنفس الهواء شقد تحصل طاقة؟ أو خليني نبديها من البداية الـ Aerobeck Respiration جد تحصل طاقة طاقة تحفظوها لينتجي MCQAT الـ Aerobeck تنفس الهواء ينطيني طاقة جد 38 ATB بينما الـ Fermentation جد ينطيني طاقة 2 ATB إذن الـ Aerobeck ينطيني طاقة 38 ATB تنفس هواء أوكسجين فينطيني هواية طاقة 38 الـ Fermentation ينطيني طاقة فقط 2 ATB بينما الـ Aerobeck شوفوا أكبر من 2 وأقل من 38 أكبر من 2 وأقل من 38 هذا الـ Aerobeck والـ Aerobeck من اسمه Absence of Oxygen يعني يتم بغياب الأوكسجين لأنه هو Aerobeck لاهوائي بالـ Absence of Oxygen فهس خلصنا الـ Aerobeck تمام مش قلنا عليه قلنا ينطيني طاقة أكبر من 2 وأقل من 38 أكبر من 2 يعني أكبر من الـ Fermentation اللي ينطيني 2 وأقل من 38 أقل من ما للـ Aerobeck Respiration اللي هي 38 تمام والـ Aerobeck يتم بغياب الأوكسجين تمام نرجع على Aerobeck Aerobeck complete breakdown of glucose to CO2 and H2O إذا بها النقطة أقول لكم Aerobeck Respiration هو شنوه هو تكسر الـ Glucose حتى ينطيني CO2 and H2O فإذن التنفس الهوائي يتم به تكسير الـ Glucose الـ Glucose هو المتفاعل يتم به تكسير الـ Glucose حتى ينطيني CO2 and H2O تمام الـ Electron Receptor هو من هو هو الأوكسجين الـ Final Electron Receptor هو الأوكسجين ليش لأن تنفس الهوائي O2 هو الـ Final إذا قال لكم من هو الـ Final Electron Receptor بالـ Aerobeck Respiration هو الأوكسجين جد يطيني طاقة الأيروبك 38 زيان بقى عندي فقط الـ Fermentation Fermentation قلنا عرفنا أنه ينطيني 2 ATB الـ End Product مع الـ Fermentation هو من هو Lactic Acid والكهول نعرفها من الـ Fermentation من الكيميا نعرفها أصلا من البداية أنه الـ Fermentation نطيني لكتك أسد والكهول والـ Final Electron Receptor إذا قال لكم من هو بالـ Fermentation هو الـ Organic Molecule فإذن الـ Final Electron Receptor بالـ Aerobeck بالتنفس الهوائي هو الأوكسجين O2 بينما الـ Final Electron Receptor بالـ Fermentation هو من هو الـ Organic Molecule هيا الـ Slaid لازم يجي من عنده MCQ اللهم هل بلغت؟ اللهم ما تشهد هنانا الـ Slaid القبلة يقول لكم Energy Generation أو Generating Process شون البكترية تحصل على طاقة مالتها؟ طبعا من السكرز من خلال السكريات بثلاث طرق يا أما Aerobic Raspiration يا أما Aerobic Raspiration يا أما Fermentation اللي حشي لهم هنا فقدت لكم ما بيها شي هذا الـ Slaid ويقول لكم المايكروبس البكترية اللي تستخدم الـ Aerobic Raspiration اللي تستخدم التنفس الهوائي لازم تتخلص من الجذور الحرة اللي هي الفري راديكالز عدها H2O2 وعدها أكسجين راديكالز جذور الحرة شون تتخلص من عدها عن طريق إنزايم اسمه Catalyze هذا الكاتاليز يحول الـ H2O2 إلى H2O وO2 والـ Super Oxide Disimutase هذا يحول الأكسجين راديكال إلى H2O وإلى O2 خافي أجيبكم منه هو الإنزايم اللي يحول الـ H2O2 اللي هو الـ Hydrogen Pyroxide يحوله إلى H2O زاد O2 هذا الكاتاليز أما اللي يحول الأكسجين راديكال إلى H2O وO2 هذا Super Oxide Disimutase تمام يا شباب إن شاء الله واضحة طبعاً اللي هنا خلصة محاضرتنا وخلص البارت الثاني أي سؤال أو استفسار عن المحاضرة تقدرون تتواصلون ويايا إلى اللقاء